اشتركوا في القناة من هاتين المدينتين في رتل قويل يظهر أنه مدني حتى للطيران الطائر في السماء تم استهداف الرتل هذا مرتين لتحصل مجزرتين في منطقتين مختلفتين وراءنا كما يظهر المشهد أكثر من حرصي راتلين مهيئة بالنسبة لأغراضهم تم استهدافها أولا بأسلحة محرمة دوليا وهي القنابل العنقودية وتم قتل كثير من الناس هنا وفي موقع آخر فرق الدفاع المدني تحاول إحاول ما تنفى من الإسعاف والجرحة بعد مزوح الأهالي من طريق صوران والطيبي قام الطيران الحرب الغاشم باستهداف المدنيين لنزوحهم خارج المعارك بعد تحرير الصوران والطيبة الإمام قام الأهالي بالنزوح من جراء استهداف المدنيين للطيب وصوران قام الأهالي بالنزوح إلى خارج البلدات فقاموا الطيران الروسي والاسدي بنفس الوقت باستهداف المدنيين بالفوسفورة والعنقودة وهذا ما ترونه أمامكم اشتركوا في القناة وعلى الرغم من أنها منكوبة بكل ما تعني الكلمة من نحن إلا أن مدينة الحوطة بدأت تتنفس صعدها وبدأت تستعيد عافيتها خصوصا بعد الحملات الأمنية الحوطة منطقة رعب يمنع الدخول إليها وبالتالي الآن نجد كل شيء يتغير نجد التكاكين مفتوحة البقالة يمارسوا عملهم كل المواطنين برضا عادوا إلى منازلهم تم تأمين محافظة لحق من جميع العناصر التخريبية وتم السيطرة على كل مداخل المحافظة ومديرياتها وغراءها وحاراتها المحافظة الآن أصبحت في خير وأفضل أمان من السابق وستطعنا استعادة مكاتب التنفيذي في المحافظة وأعتقد الجانب الأمني هو أفضل من السابق وممكن يكون أفضل هذا في المرات الغادمة أنا الأخ أحمد النقيب من مواليد صبر المواديم خرجت هذه الفكرة نابعة عن إنقاذ أرواح المواطنين لأنه الضرب عشوية على المواطنين والمدنيين والعزل كوني أشاهد منطقة إطلاق الصواريخ من منطقة الحوبان ومن معسكرة الدفاع القوي في الحوبان والمطار واللواء 22 والهاونات من جبل السلال وكان المكلكل سابقا أول ما بدئنا بالفكرة كنا نجمع الشباب هنا نصيح ضرب ضرب كان مع الدوشة والرجال المقاومة ما يسمعوش والمواطنين داخل منازلهم وبيوتهم فجاء واحد من الأخوة في القرية رجول كبير في السن قال له في صفرة اندر صغير فالحمد لله اشترتوا هذه الصفيرة على حساب الخاص فبدأتوا أعدي لهم فكرة أنه الهاوين ثلاث ضربات الكاتوش أربع إلى خمس إلى ست مرات ضربة مباشرة ضربة واحدة فكان لها صدى كثير وينقذ أرواح كثير من المواطنين الناس لقوا في هذه الصفرة الاندر صدى كبير كانت امرأة هي وأطفالها فضربت في صفرة الاندر وأنا أشاهد والمرأة تهربوا يا أولادة لداخل المنزل وضرب الصاروق في محلها حاولت ميليشية الحوثي استهدافة عدة مرات جاءت مرة قذيفة هاون إلى جنبي لم يبعد بيني وبيني أربع مت بفضل الله وجوده عن فترة شقل قدر نصفين ولم يصب الحمد لله ولم أصبع هذا لن أغادر مكاني هذا إلا أن يتوفني الله أو تخرج ميليشية الحوثي وصالح من محافظة تعز وإن شاء الله إذا أطال الله في أعمارنا اشتركوا في القناة هي إصابات متعمدة المقصود منها هي ترك أكتر ضرر في الأطراف السفلية وهذه الإصابات زي ما حكينا إن عادة بنتج عنها تهتك في العدم وإصابة في العصاب الرئيسية والشرين في ضابط المخابرات الإسرائيلي بوسر رسائل تعديد للشباب إنه أنا بدي أحمي سويكم معاقين لحميلكم كلكو على العكزات حصلت يعني مع 40 واحد إنه بضربهم على الإجر الشمال على نفس المنطقة على الركبة أو في مناطق العصاب ومناطق الشرايين عشان أعطي الحركة على الآخر ترجمة نانسي قنقر صار لي 11 سنة مسجلة خلال 11 سنة وأنا بستنى على نار يعني كنت صبية وبخير بقوة وبصحة جيدة فخلال 11 سنة تعبت فيها وصار عنا ظروف كتير صعبة اللي استشهدوا واللي بيوت اللي طاحن تعاون كامل وتام بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع أصحاب الشركات والحج العمرة وخصوص الصفض والنقل والتلتيب والتجهيز وحزن الاستقبال في المعبر الفلسطيني كان بشكل سلس جداً وشكل يعني مميز عن كل السنوات الماضية لأن الواحد بتعلم من أخطاؤه تم إرجاع في اليوم الأول 14 حجاً وفي اليوم الثاني 9 حجاج نحن في إدارة معبر رفاح نبذل كل الجهد إن شاء الله مع الإخوة المصريين من أجل إعادة هؤلاء الحجاج إن شاء الله ومغادرتهم إلى الجانب المصري تم مغادرة ما يقارب خمس أفراد من المرجعين نتمنى أن يستجيب الجانب المصري أيضاً وإدخال جميع المرجعين إلى الجانب المصري أعود إلى الوراء مثلاً ما في بريطانيا بتوفر حاجات كثيرة مثلاً اللغة الإنجلزية سهلة اللغة الفرنسية طبعاً صعبة يعني صعبة أنت تتعلم في اسمينو في فرنسا هنا اللغة صعبة يعني أنت ما تندمج في المجتمع بسرعة طبعاً دي اسمينو الخشب الخشب بتاع الأكل ده الحطب بتاع الأكل وده الأكل نفسه يعني المعونات بتاع ده الأكل يعني ما في حاجة فشوفت التوتر يخيم هنا خصوصاً في الليل فقليلون يحاولون التسلل نهاراً إلى بريطانيا لكن في الليل يحاولون إغلاق الطرقات والاختباء في الشاحنات للوصول إلى هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجزاعة وفي رغم إلى المصابر وفي رغم إلى مجتمع قدق برغم إلى دولة بعض المنزل ترجمة نانسي قنقر قنقر إلى أولاد العرقات اشتركوا في القناة 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 بشكل كامل اللي بدنا نشوفه هو ان الدول العربية تاخد المبادرة وتبلش تستعمل الطاقة المتجددة اللي هي متوافرة متل متوافرة ببلاش حتى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع العالم مع الناس مع المواطنين منجرب نواعيهم على الموضوع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية منضغط على الحكومة انه يلحقوا التزاماتهم اكيد كتير مهم يكون الاطار السياسي اطار القانوني اطار تشريعي يعني يتحدثوا بجدد بخير 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 لكي تعمل حلة عادية ما فيها اي نوع من الزيادات في تلقى انك دفحتها مئتان وتلتمية وأربعمية رقم خمسمائة شر على الأزعار يعني حتى نحن نصل المزارة بتاعة البيع والشراء يعني قلت شبيل لأن الأزعار بيت برتبعة إعلاميين كلهم للنظام والآن أنا نرحب بإخواني في لجنة تسير المحيط بين أوروبا وامريكا أوروبا كل ما كان فيها كل الحاجات بتاعة التغنية سير الصرف ده إذا ما زاد الإنتاج بتاعنا لغاية أنه أكفص يعني نحن دلوقتي وارداتنا 9 مليار صدراتنا 3 مليار ربعة مليار دخسوا عدم توازن نصر لازم يجعل الصرف يختلفوا يعني وإذا قلتوا أن الناس في البنك المركزي قاعدين ساهم ما قاعدين ساهم لكني هونور الناس بنعمل في شنو يعني تفهم الناس لجهودنا يساعد على تقليل حجم الأضرار والتدريبات البسيطة يمكن أن تنقذ حياتهم حين وقوع الزلزال يجب أولا إطفاء نار الموقد ثم فتح الباب حتى لا يعلق ويمنع الهرب بعد توقف الزلزال ثم الاختباء تحت الطاويلة وتغطية الرأس بوسادة ترجمة نانسي قنقر